هذا الشعب المصري اللي حضرتك بتتكلم عنه يعني البعض بيقول أنه فيه فجوة بينه وبين معطيات الفنون التشكيلية فيه فجوة فعلاً؟ فيه فجوة طبعاً كبيرة جداً طبعاً هو السؤال يعني طبعاً بيستدعي حاجات جميلة وفي نفس الوقت بيستدعي حاجات حزينة يعني يستدعي حاجات جميلة لأن أنا كنت تلميذ صغير في قرية صغيرة يعني في الدلتة يعني كان بيجينا مدرس الرسم من شبرة من قاهرة يعني 130 كيلو ذهاباً و130 عودة كان بيقعد أربعة أيام بيدينا حصتين في الأسبوع رسم وحصتين أشغال فنية دي في قرية في سنة كان في الخمسينات وسط الخمسينات فتربينا على الزوء وتربينا على تنمية المواهب وهاجات أشياء كتير واللي كان بيرعى المواهب وتشجعنا في أن أقل في قصة وأنا مثلت في مصرحياتين وكذا وكذا كان رجل أعمال وراجل أعمال يعني وفي نفس الوقت أستاذ جامعة أنا الدكتور مجد واهبة كان أستاذ الأدب الإنجليزي في جامعة تقارير صحيح هو اللي كان بينظم الجوائز والمسابقات في الشعر والقصة والأدب والمصرح والفن التشكيلي وهو اللي باني النادي للشباب وهو اللي باني مستشفى وهو اللي باني مدرسة وباني حاجة كتير أنا هو ده شخص يعني ودي مدرسة صغيرة في قرية يعني هل ممكن نحنا نتصور وكنا بنشوف سينما كمان بعد إذن حضرته كل أسبوع كان بيعمل سينما في حوش المدرسة فيلم روائي الفلاحين والتلامزة الصغيرين مدرسنا حاليا مدرسنا هل يمكن أنها تستوعب تلك الأفكار القديمة؟ أعيز إرادة برضو الأسف الشديد يعني أنا لي أولاد ولي أحفاد يعني للأسف الشديد يعني الفنون والتربية الفنية والمواهب أرض الحائط يعني غير موجودة؟ غير موجودة بشكل اللي هو يتوافق ويتناسب مع المواهب بالفطرة عند الأطفال كيف ننتظر وجود إنسان في كبره في شبابه يهتم بتلك الأشياء التي يعني لم يعهدها؟ ما شفهاش؟ بهذا الأسلوب مش هي مهتم بيه لكن لابد من وزارة التربية والتعليم أنا دائما باقترح يعني قبلت وضر قبل كده لتربية والتعليم وأقترحنا حاجات كتير لكن للأسف يعني المهم يعني التغييرات بتلخبط الأمور يعني أقترح على وزارة التربية والتعليم إنها تتابع تعمل مشروع شبه قانون يلزم المدارس اللي هي بقوله عليها انترناشنال والناشنال والمدارس الخاصة الأسف الشديد اللي هي يعني اللي موجودة بإيجاد أو يعني إنشاء أماكن لتنمية المواهب بكل مدرسة الموسيقى، الشاعر، الفني التشكيلي وهكذا هو الرياضة والحاجات دي والعلوم بيبقى فيه معمل للعلوم للإبتكار والحاجات دي دي لازم تكون موجود وهذا موجود في مدارس العالم بالعالم كله وبعدين يعني الأولياء الأمور بيدفعوا بالمئات الألوف من الجناهات عشان بلدهم تعلموا يعني 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 مش قراءة كتب أو نجاح في كتب بس المواهب دي أهم من الكتب